يحكى أنه كان هناك رجل حكيم يأتي إليه الناس من كل مكان لاستشارته، لكنهم كانوا في كل مرة يحدثونه عن نفس المشاكل والمتاعب التي تواجههم حتى سئم منهم. وفي يوم من الأيام جمعهم الرجل الحكيم وقص عليهم نكتة طريفة فانفجر الجميع ضاحكين. بعد بضع دقائق قص عليهم النكتة ذاتها مرة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم، ثم ما لبث أن قص الطرفة مرة ثالثة فلم يضحك أحد منهم. عندها ابتسم الحكيم وقال لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كل مرة؟ العبرة المستفادة من هذه القصة، القلق لن يحل مشاكلك، وإنما هو مضيعة للوقت وهدر للطاقة.